ايوة تفضل رامي عيسى ليش كاتبني وتتحدى في انت انسان ايش؟ اتحدىك امام جمهورك اتحدىك اتحدىك تفضل في ايش؟ تفضل صوت خارج للجمهور لو هم كاتبني لا ظاهر تفضل تتحداني في ايش؟ انت قلت بان سميع البصير من الصفات وهي من الاسماء هذا اولا طيب ثانيا لا 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 ما اللي يسمع ام لا يسمع خلا تحدث بالقرآن لع **** لا لا اتحدث بالقرآن بس قولي بس الله يسمع ام لا اتفاضل وسمع مثل سمعك ايوة احسان تسمع الله ليس وسمع اذا بنظمة صفات الله تعالى وتعالى ونكون ليس كمثله شيء سميع ليس كمثله شيء بصير وليس كمثله شيء اضربلك مثال انت مثلا الجديل والخمر لا مش ديات معلش اذا انعرفك انت السبابة انت بـ لك عين والحمر له عين هل عينك تشبه عين الحمر؟ البتجاز لها عين هل عينك تشبه عين البتجاز؟ وبنقول على السرق عين اللس هل عينك تشبه عين اللس؟ بالله عليك بقى أجاب تقون تدخل تحديك والمقالبة اللي قبلها سبتنا ومش مهم عاد احنا واخدين ان انتم تسبون هرجع وعين عليك السؤال الثاني بقى وتحديك أمام الجميع اعطيني سفة لله لا يملكها عليه رضي الله عنه تايب شكران شكران اعطينا بقى سفة لله لا يملك علي بن أبي طالب تفضل ثانيا لا 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 بلثانيا اعطينا سفة لله لا يملك علي بن أبي طالب عشان معتلكي يتخش بأدب وقل اعملوا فصير الله عملكم ورسوله والمؤمنون عين تذهب؟ ايوة ايه ده والمؤمنون اللي هم مين؟ عين تذهب من قوله تعالى هذا؟ عين؟ وعين تذهب من قوله تعالى؟ بس الآية عندكم تفسيرها خطأ والآية مفسرة وقلت لا تشعرون من هم المؤمنون اسمع من هم المؤمنون اسمع اسمع أين تذهب من قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتها بل أحياء ولكن لا تشعرون أين تذهب منها أجيبك آية بآية أجيبك وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله هو المؤمنون أيوة متى هذا شلوان متى متى يرى الله عملنا ورسوله المؤمنون نحن رسولنا ما يرى أعمالنا اليوم لا النبي لا يعلم بأعمالنا الآن لا ديش سلم عليه لأن هذه خاصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ملك بيوصل له السلام لكن النبي لا يعلم أعمالنا لأن الله سبحانه وتعالى قال أيضا ما يكون من نجوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادس والأدنى من ذلك والأكثر إلا هو معهم أينما كان وقلوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون هذه مش هنا هذه مش يعني المؤمنون وإن كانت الآية بتتكلم عن المنافقين الآية دي بتتكلم عن المنافقين حتى باعتراف بعض تفسييرات العلماء الإمامية الإثنى عشرية لهؤلاء اعملوا اعملوا لهؤلاء المنافقين اعملوا وقلوا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ممكن تقرأ الآية لقابليها ممكن تقرأ الآية لقابلي دي انت بقى 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 انا مش أبوك بقى لأ روح اي محس عن ابوك أنا ماليش دعب الحاجات دي كل واحد يعرف نسبه عرف تقرأ للآية اللي قابليها؟ ابThafy accountable ممكن تقرأ للآية اللي PAP ما Muammet السبب لا 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 إعطنا صفا لله لايملكها علي بن أبي طالب اتفضل لا لا لاじゃない ليس لاحظة مش لحظة أعيد عليك السؤال تاني اعطنا صفة لله يا عبدت علي ابن أبي طالب يا أيها الوثنيين اعطونا صفة لله لا يملك علي ابن أبي طالب يا أيها الوثنيون اتفضل إن شاء الله ما أنا بغرب زي إمامك ما هو خائف وهربان بقاله 1200 سنة مش لازم اقتضي به وإحنا المفروض نقتضي بالإمام الهارب تفضل أعيد عليك السؤال تاني اعطنا صفة لله لا يملك علي ابن أبي طالب رعم عيسى رعم عيسى رعيم عيسى قسمني بالله لعليه الحظيم إذا جبت لي رواية بولا لا 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 مليش دعا بروايات ولا هجيب لك روايات هتقرب يمين شمان قلت لك أنت داخل كنت تفتح صدرك أسد هتطلع نعامة في آخر الاتصال باعتراف الشيء بص والشيعة يكتشف وأنك نعامة أصلا ويقوله يا ريتو ما دخل طين الدنيا عليهم بقاله قد إيما عرامي دلوقتي بقالك أهوة خمس دقائك وطلعت صدري وطلعت بقالك خمس دقائك مش عارف تأتي بصفة لله لا يملك علي بن أبي طالب قل لي صفة كذا يلا بابا أنت تعرف صفات الله لا ما عرفش صفات الله أنت بقى قل لي الله له صفات كذا وليست لعلي بن أبي طالب يلا هتحدى ده اللي بتحدى دلوقتي مش هغير الموضوع خالص اعتنا صفة لله لا يملك علي بن أبي طالب أيها المعمم قول صفة لله لا يملك علي بن أبي طالب كنت شجاع وراجل كده يلا شنو صفات الخبار خلاص خلاص لن يستطع كل معمم الشع هكذا يأتون في هذا الموضوع ويتسقطون واحد تلو الآخر لا يستطيعون أن يأتوا بصفة لله لا يملك علي بن أبي طالب كشفة الحقيقة يعتقدون أن علي هو كل شيء كما أسمعناكم الآن منذ قليل أن علي خالق الكون أن علي هو رب العالمين كما يقول الأستاذ فحص الزينبيات اللي كان ليه فضيحة وأم مهدي اللي اسمه علاء المهدوي هؤلاء الزناديك المعممين دول وحمير المشارشر يقول لك عليه خالق الكون نتحداكم يا علماء الشيعة ويا معمم الشيعة اقتونا بصفة لله لا يملك علي بقالنا ساعتين معاكم مش عارفين تقتوا بصفة لله لا يملك علي بن أبي طالب الحكم لكل شيعي حاقل استمع إلى هذا المعمم القرور أيها الحبيب عشان تدعمنا والقناة متأفشي تسوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد